خصوص أخبار النادي الأهلي نروح لأخبار نادي الزمالك وكارتيرون بيطالب إدارة نادي الزمالك بحسم التجديد لبنشرق الحقيقة كلام كتير على بنشرق الفترة اللي فاتت وأن الراجل مش عايز يجدد وأن الراجل حاطت شرط جزائي في عقده بيقول إن أنا يا إما تعملولي اللي أنا بقول عليه أو تنفذولي طلباتي في العقد ده يا إما مش هجدد مع نادي الزمالك طارب كارتيرون المدير الفني للزمالك من مجلس الإدارة سرعة حسم ملف التجديد للعب أشرف بنشرق وشدد على مجلس الإدارة إنه بيحتاج إن اللعب يكون مركز في الفترة اللي جاية وضرورة إنه انتهي ملف التجديد وأكد كمان كارتيرون للإدارة إن بنشرق من أهم اللاعبين في الفريق والحقيقة إن بنشرق هو واحد من أهم اللعيبة في الموسم اللي فات مع نادي الزمالك وأحد أسباب تتويج نادي الزمالك بالدوري الموسم اللي فات هو بنشرق فأنت محتاج إنك تجدد لبنشرق عشان ما تخشش تاني في دوامة اللي هو فرجان يرحل فبنشرق بعدي فنفس الفكرة لإن أنت هو لعيب مهم لعيب مؤثر لعيب محتاج والموسم اللي جاي وهو ده اللي بيتكلم فيه كارتيرون إن أنت جدد لبنشرق عشان يكون تركيزه الأول والأخير في الملعب ما يبقاش فيه كلام رايح ما بين إنه هو فلان بيكلمه أو النادي فلان بيفوضه فيبتدي اللعب يكون مشتت فأنت ما تبقاش استفدت منه حاجة لأن أنت تشتيت اللعب لها هو هيديك حاجة في الملعب ولا هتستفيد بيه خارج الملعب فخلاص أنت كده وديت اللعب في حتة تانية خالص وهو ده اللي بيتكلم عليه كارتيرون مع مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يتم حسم ملف أشرف بنشرقي فأسرع وقت بسبب احتياجاته طبعا لأهمية اللعب معاه في الفريق فكل المطشاط الحقيقي اللي جاية مع نادي الزمالك طيب الزمالك عنده مع طبعا فرجاني ساسي وقام مسؤولي نادي الزمالك بإرسال ملف كامل للفيفا بيتعلق بفرجاني ساسي وده بعد ما تقدم اللعب بشكوى للفيفا بيطلب فيها الحصول على بعض مستحقاته لدى نادي الزمالك وبيتضمن الملف أن خصم المستحقات من اللعب جات بسبب عقوبات تم فرضها على اللعب وأن كل العقوبات دي اللي تمت على فرجاني ساسي كانت طبقا للليحة وكذلك أن اللعب لم يستكمل عقده مع نادي وأنا عقده من طرف واحد المشكلة حصلة داخل نادي الزمالك بعد طبعا فرجاني ساسي والرحيل والقصة بتاعت فرجاني ساسي اللي عدنا يمكن عايشين فيها شهور مع حضراتكم والناس كانت بتتكلم وأن فرجاني هيقعد لا فرجاني هيرحل خلاص فرجاني رحل في الآخر عن نادي الزمالك وتم كمان بشكوى للفيفا عشان مستحقاته اللي عند نادي الزمالك ولكن لسه موضوع متحسمش لسه موضوع مش عارفين هيمشي إزاي ولكن الزمالك بيرد على شكوى فرجاني ساسي ملف طبعا اللي هو تجاوزات اللاعب اللي كانت حصلة من فرجاني ساسي طيب لسه داخل لسه داخل نادي الزمالك وبنتكلم عن أخبار نادي الزمالك ومشكلة القيد إن انت لحد دلوقتي مفيش مش عارف هتأيد اللعيبة اللي موجودة لا عندك عمر كمال عبد الواحد عندك شبانة عندك حمد النقاز تلات لعيبة موجودين انت لسه مش عارف مصرهم إيه داخل نادي الزمالك وأعتقد بنسبة كبيرة مصرهم رايح للأعارة سواء شبانة أو حمد النقاز أو عمر كمال عبد الواحد تلات لعيبة داخل نادي الزمالك مصرهم للأعارة بسبب طبعا إن مفيش قيد هيتم داخل نادي الزمالك طيب شبانة بيقامل نفسه وكل لعب حقيقي هو عايز يقامل نفسه فالراجل محمود شبانة فتح اتصالات مع مسؤول نادي فيوتشر للانتقال إلى النادي على سبيل الأعارة في حالة استمرار أزمة قيد في نادي الزمالك ويمكن شبانة كان انضم إلى نادي الزمالك كان جاي من نادي أسوان وده بعد ما منح كارتيرون مجلس الإدارة أنه عايز اللاعب ده يكون موجود معها في الموسم اللي جاي ولكن بسبب المشاكل وبسبب عدم فتح أو لسه مشكلة أزمة القيد داخل نادي الزمالك مستمرة فشبانة مش هيكون موجود نفس الموضوع مع عمر كمالة عبدالواحد ويمكن نفس الموضوع مع حمد النقاز سمعنا كلام كتير إن حمد النقاز هيكون موجود في البيراميد طب هو هيعمل إيه طب المشكلة رايحة فين بعد كيف تسمع تاني إن شبانة بيفوضوا فيوتشر نفس الموضوع عمر كمالة عبدالواحد يمكن كان كلام كتير إن فيوتشر عايز يحصل على عمر كمالة عبدالواحد وشبانة ثلاث لعيبة أنت يمكن حمد النقاز داخل نادي الزمالك تا ما كنتش هتستفيد بيه يعني ممكن مش هيخصر معاك يعني كارترون لما اتكلم قال أنا مش محتاج اللعيبة يعني أنت عندك حزم إمام وعندك أكتر من لعب يلعب بكرايت وعندك ناشئ وعندك لعيبة كتيرة جدا في الحتة دي فأنت كنت جايب أصلا حمد النقاز ليه عندك حمز المسلوسي وحزم إمام وعندك ناشئ أحمد عيد الثلاثة بيلعب بكرايت فجايب كمان محترف زيادة عليهم اللي هو زيادة على حمز المسلوسي اللي هو المحترف عشان يبقى عندك أربعة بكرايت فأعتقد أن الثلاثة لعيبة دول هيتم أعرضهم أي أن كان النادي ممكن يكون نشوف شبانة في فيوتشر ممكن تشوف عمر كمان عبدالوحد في فيوتشر حمد النقاز أين كان بقى بيرمز ولسه لحد دلوقتي ما فيش حاجة رسمي لأي لعب من التلاتة غير يمكن شبانة هو اللي فيه كلام مع نادي فيوتشر طيب